إذا سيطر الحوثيون ومعهم علي عبدالله صالح على عدن هل انتهت الشرعية في اليمن وأصبح الحوثيون هم الشرعية؟ إذا سيطر الحوثيون انتهت المعركة لكنها بدأت الحرب فالجنوبيون واليمنيون عموما لن يرضوا مطلقا بأن هذه الفئة القليلة المنظمة الطائفية التي لا تمثل غير يمكن 5% من سكان البلاد لن يسمحوا ان تسيطر على البلاد ومقدراتها هذه منظمة تربط على العنف وعلى التوسع وعلى الغزو وسيتخذ اليمنيون في الشمال وفي الجنوب كل ما يلزم لدحر هذه المجموعة ولكن دعني أعرج على موقف الأشقاء في السعودية وفي دول القليج الذي اليمن يشكل مجال حيوي مهم لهم تأخروا كثيرا وتأخروا كثير جدا لا أعتقد أنه بعد احتلال عدن كاملا احتلال الجنوب يستطيعوا أن تدخل عسكريا نحن منذ 21 سبتمبر حينما دخل الحوثيون إلى صنعة كنا نطالب المملكة العربية السعودية والدول القليجية أن يمدونا بالمال وبالسلاح فقط لا نريد رجال نحن لدينا الرجال ولدينا الإمكانيات يعني الإمكانيات البشر لكن لا يوجد معاهم الأسلحة التي تمكنهم من مواجهة هذا الغزو لم يفعل الأشقة غير الكلام كما في 94 عادهم قدموا بعض الأسلحة لكن اليوم لم يقدموا شيئا غير بيع كلام ولا أظنهم قادرين أن يعملوا شيء بصراحة خلني أنا أقول لها إمام الدكتور أنهم باللحظة هذه لم يعد بإمكانهم أن يفعلوا شيء غير دعم المقاومة الشعبية على المدى الطويل هذا لاحقا طيب شكرا لك سيد صالح الجبواني الدولوماسي اليمني السابق